على خلفية الاختلاف على تعيين الهيئات الرقبية فضت جلسة مجلس الوزراء الأخيرة على أجواء حامية دفعت رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى إبلاغ موقفه الرافض الدعوة إلى جلسات مقبلة ما لم تتم الموافقة على الاسم الذي طرحه من ضمن الألية المعتمدة كما يقول إذن الجلسات متوقفة والوزير جبران باسيلي تحدث عن حصول مخالفة واضحة للدستور أول شيء أنه خلفية الدستور واختراع بدعة دستورية أنه بس رئيس الحكومة يطرح شغلة بالتعيينات مجمورين الوزراء يوافق عليها هايدي بده يقابله بمبدأ التساوي بس وزير يطرح شيء من عنده بده يقبل فيه مجلس وزراء وقاله ما بيصلح هيدا الأمر لأنه رئيس الحكومة ليس بهالناحية من الصلاحية أعلى مرتبة من أحد ناحية تاني كمان إذا بدهم يتركوا لقصة توزيع طائفة بدهم يا يسمحوا بأنه لما هن بدهم يتعاطوا بالمسيحيين نحن بدهم نتعاطى بالمسلمين أو هن ما بيتعاطوا ما بنتعاطى نحن المسلمين هن ما بيتعاطوا بالمسيحيين هيدا موضوع ما ممكن تمشي الحكومة بتقف الحكومة بيقبل رئيس ما بيقبل رئيس حكومة ما أنه علاقة بتخص فينا بتسوية ما هي التسوية التي قد تعيد جلسات مجلس الوزراء إلى سابق عهدها؟ يا إذا صار اتفاق نمشي بأنه اللي بينطرحوا من بره الإلية من بره الإلية بيتوافع عليهم ما يستوصر اللي هن عم يطرحوا وياللي نحن عم نطرحه يمنشأ بهذا المبدأ أو بيترحوا اسمهم وما وفقنا عليهم وما وفق عليهم بيترحوا اسم تاني يلي بيشفهمين الدستور وبدون يقولوا أنه كيف هيدا رئيس حكومة بيطرح اسم وحدا بيرفضله إيه؟ هودا من طبيعة انتماء الوظيفية لرئيس الحكومة أحسن ما يحكم متى تعود الجلسات ووفق أي تسوية؟ هذا ما ستجيب عليه الاتصالات والمشاورات التي ينتظر أن يبدأها الرئيس نبيه بره هو الذي اعتاد تدوير الزوايا وحياكة المخارج على هذا الكلام كيف يرد فريق الرئيس نجيب ميقاتي؟ رئيس ميقاتي فات على الموضوع بشكل كتير دستوري وكتير أصولي عرض أسماء ثلاثة وذلك بعد أن استشار وزير العدل استشاره وقال له في عندي هتلاثة أسماء وبعت له وزير العدل أسماء تاني أخرى نقى الرئيس ميقاتي هالاسم هذا من بينتهم وهنا المشكلة الكبيرة أنه رئيس حكومي كيف سيفضل خلاف؟ ما رح تلعب المحاصصة دورة بملف التعيينات؟ محاصصة؟ لا طبعا مش مفروض ما رجزي من قبل فيها أبداً ولا الرئيس ميقاتي هي قبل فيها اليوم في آلية معينة هذه آلية محطوطة من أيام حكومة الشيخ سعد واللي حططة واللي موجود كان هو نفسه الوزير الحالي معالي الوزير محمد فناش إذن الرهان على شو هلأ؟ في مشاورات عم بتصير تحت الطاولة؟ يعني ببلشت بس بتبلش أكيد البلد كل هاتنا بنعرفه يعني أنه آخر شي في تسوية حتصير وما أن إحنا مش مطلوب أنه التسوية غالب ومغلوب فيها لا ما هذا المطلوب أبداً اليوم في وجهتين نظر بينحطوا بيسلوا بيطلع بوجهة نظر تكون راضية لكل يعني بس ضمن يلي حكيه رئيس مياتي يعني مرح يتم التراجع عن الاسم اللي طرحه رئيس مياتي؟ لا لا طبعاً لا وماذا لو بقي الفريق الآخر مصر على موقفه؟ بتدل الأمور ماشية بس ما فيه إعقاد جلس المجلس والوزراء ترجمة نانسي قنقر